كابتن جمال حمزة يمكن لما سألوا ميستر كارتيرون في المؤتمر الصحفي ايه الفرق ما بين المباراة اللي فاتت ومباراة دي قالك ان فيه روح ايه اللي انت شفته مختلف عن المباراة اللي فاتت وايه سبب تفوق نادي الزمانك على سراميكا برغم ان السراميكا لم ينقصوا غير محمد برين فقط اعتقد ان المتاج والدخول الفرق كلها كاملة طبعا طبعا مع وجود نقص لي جد مع الزمانك في الفترة دي برد يعني الملاحظ النهاردة ان اللعيبة خدت درس من المباراتين اللي فاتوا هزمتين وراء بعض من فارقه وبعد كده من المحلة فاعتقد ان اللعيبة كانت مقررة ان اللي حصل ده ما يتكررش لان الشكل كان وحش قوي اداء كان وحش في المباراتين اللي فاتوا فكل ده انا شايف ان اللعيبة عوادته النهاردة الحاجة التانية كمان كنا موفقين دي نقطة مهمة برضه يعني فيه كرة كنا موفقين طبعا كرة اللي جات الشادي اللي لسا بتكلم عليها اول خاص اول خاص لو جات جون اول ديتين مزبوط تلات كور طول المحلة اللي جوم علينا جوم فينا جوان صح فده برضو توفيق اه وعدم توفيق انت النهاردة موفق صح اللي روحت بيهم قدرت ان انت تسجلهم جات عليك كرتين تلاتة ما جوش فيك جوان فالنهاردة انت موفق مع ان فيه روح عالية جدا النهاردة فيه تنظيم بقى فيه اه اه خوف بقى يعني دي مباراة اعتبر ان هي مباراة دوري يعني دي مباراة مباراة دوري اللعيبة بقت حاسة ان المباراة دي لا مش هينفع ان احنا نكرر اللي حصل فالنهاردة دي نقطة مهمة جدا توفيق في نفس الوقت اللعيبة زي ما قلت لحضرتك بقت حاسة انه لا فيه مسئولية بقى النهاردة هو ده بقى التحضير بتاع المباراة هتلاقيه النهاردة مختلف الكلام مع اللعيبة هتلاقيه كان مختلف من الجهاز الفني طبعا هو الجهاز الفني هو اللي بينقل اللعيبة كابتن طارق انت حضرارك ومدير الفني وكابتن احمد وكابتن عيد المدير الفني دايما اللعيب بياخد الانطباع من المدير الفني المباراتين اللي فاتوا أسروا في اللعيبة وأسروا في الجهاز الفني مع تدخل الإدارة بعد المبارات اللي فاتت فاللعيبة ابتدت تحس لا بأهمية البطولة هي مش أهمية كبطولة الأهمية كشكل نادي الزمالك منفعش داي بقى شكل ناني الزمالك المباراتين اللي فاتوا مغد النظر عن النتيجة يعني أنا ممكن ألعب كويس بس ما أبقاش موفق ممكن أخسر بس لازم أقدي كويس لازم أجري لازم أقفيه روح لازم أقفيه إصرار لما تعمل الحاجات دي كلها وتتغلب جمهور الزمالك هسقف لك إنما لما ما تعملش كل ده وبرده كمان تتغلب لا محدش يعز ما عندكش عزر يعني